بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن هذا الدين محفوظ من عند الله تبارك وتعالى فهو تعالى الذي تكفل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وجعل تبارك وتعالى لهذا الحفظ سنة عجيبة حيث أبقى لبقائه علوم الدين كلها منها الأصل ومنها الفرعي منها الخادم ومنها المخدوم منها المقاصد ومنها الآلة وهكذا ثم أبقى لهذه العلوم أهلها فصارت القاعدة لا بقاء للدين إلا ببقاء علومه ولا بقاء لعلومه إلا ببقاء العلماء ومدار العلم الشرعي على ثلاثة علوم هي أقطاب وكل ما سواها موصل لها سواء من قريب أو من بعيد وتلك العلوم هي العلم بالله وذلك يشمل الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وكل الغيبيات وكذلك النبوة ثم العلم الثاني وهو العلم بالشرائع وهذا يدخل فيه الفقه عموما ويدخل فيه كل أبوابه وأحكامه من حلال وحرام وغير ذلك والعلم الثالث هو علم الجزاء أي ما أعده الله تعالى في الجنة ووصف أهلها وكيف كانوا في الدنيا وما أعده الله تعالى في النار عياذا بالله ووصف أهلها وكيف كانوا في الدنيا وهذه العلوم الثلاثة هي التي أشار إليها ابن القيم رحمه الله في قوله والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبياني علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني وليس هذا المقام هو مقام ذكر فضل العلم وأهله وآدابه وهذا كله تكلمنا عنه في شروحنا تقريبا كلها عند طليعتها وبيان المقدمات القبلية قبل الشروع في الشرح وكذلك المقام ليس في ذكر أنواع العلوم واعتبارات ذلك فقد مر معنا كثيرا لا سيما في سلسلتنا شرح معالم في طريق طلب العلم أو في سلسلتنا شرح الطريق إلى النبوغ العلمي قسمناه يعني للمتابع لو يذكر باعتبار الظاهر والباطن وباعتبار العين والكفاء والمحمود والمذموم والضروري والمكتسب وهكذا تقاسيم باعتبارات كثيرة وعليه أشرع في المقصود مباشرة فأقول والله المستعان وعليه التكلان إن هذا العلم إذا أطلق في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على لسان الرائل الأول من الصحابة والتابعين فالمراد به العلم الديني فقط وأما العلم الدنيوي فلا يطلق إلا مقيدا كقولك العلوم التجريبية وعلم الحساب وعلم الطب وعليه محور دروسنا ومجالسنا هذه هو العلم الشرعي الديني بعدما استقر على مفهومه العلماء المعاصر ثم أعلموا أن العلم الشرعي من جهة النفع لا يكتمل نفعه ولا ينفع صاحبه ولن يكون له أثر في الناس إلا إذا تضمن خمسة أمور الأمر الأول صحة النية فلا خير في علم لغير الله تعالى لأن العلم هو عبادة وأصل العبادات كلها وشرط العبادة الإخلاص قال الله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِهِ الأمر الثاني معرفة مراتب العلم وأن أعلاها معرفة العلم الموصل إلى الله عز وجل وهذا يكون بالدرجة الأولى في علم العقيدة الأمر الثالث التحقق بآداب طلب العلم بمختلف أنواعها مع الله ومع النفس ومع الخلق والتي مع الخلق أولها مع المشايخ ثم مع الأقران ثم مع عموم الناس والأمر الرابع العمل بذلك العلم لأن هذا العمل هو مفتاح نجاتك بالعلم يوم القيامة وإلا لم ينفعك وعاد عليك بالوبال ولربما عياذا بالله تكون من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة كما هو في الحديث المشهور ومعلوم كما قلناه يعني غير مرة وأنا هنا أوجز أن الخشية والخوف والرجاء والتعظيم وكل هذا عمل لا يكون إلا بالعلم ولهذا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ويقول أبو الضرداء رضي الله عنه إنما أخشى أن يكون أول ما يسألني عنه ربي ماذا عملت فيما علمت ثم أصلا سيذهب هذا العلم لأنه كما قال السلف هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل الأمر الخامس الدعوة إلى هذا العلم وتعليم الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ونشر المعارف النافعة بين الناس لأن بهذا يبقى العلم وبهذا يعظم الأجر ويلتحق به الإنسان بدرجة الصدقين ومن المعلوم أن العلم الشرعي في زمن النبوة كان لحمة واحدة وهو معاني القرآن الكريم والسنة النبوية وأما الفنون المستقر عليها اليوم فكلها لم يكن أهل ذلك الزمان بحاجة إليها كانت كلها تجري منهم مجرى السليقة فهم يدركون العربية بكل فنونها بالسليقة ولهذا كلامهم حجة في فهم وتفسير القرآن وكذلك أصول الفقه على الراجح كان فيهم سليقة وهكذا جل الفنون الشرعية الحديثة التي لها طبعا صلة باستنباط الحكم ولا أقصد بعض العلوم كعلم الرجال والمصطلح ونحو ذلك فهذه وسيلة لصحة ما روي بعد زمن النبوة والصحابة الكرام وأعظم سبب لوجود العلوم الشرعية المتنوعة على هذه الصورة الحادثة انقطاع الوحي وظهور مستجدات جديدة وحادثة الناس بحاجة إلى معرفة حكمها وكذلك من الأسباب كثرة الأسئلة والمسائل وقد أثر عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول العلم نقطة كثرها الجاهلون أي بكثرة أسئلتهم ومن الأسباب التي أدت إلى تنوع العلوم واستقلالها وظهورها على هذا النحو ضعف اللسان العربي وكذلك اختلاط العرب بالعجم وترجمة علوم العجم من الفرس واليونان وهكذا ودخول في سلسلة المشيخات من ليس أهلا لها وظهور الفرق الضال إلى آخره كل هذا حمل على تخوف العلماء الربانيين على الفهوم الصحيحة للوحيين فأسسوا مثلا الإعراب والصرف والبلاغة أسسوا علم العقيدة وكتبوا فيه أسسوا الدواوين التي دونت السنة بين صحاح ومستدركات ومسانيد وسنن وهكذا وسيأتين بإذن الله تعالى في كل علم من العلوم مناسبة تأسيسه وأول مؤسس له ويتضح هذا الكلام أكثر وأكثر وهذا الموضوع الذي سنخوض فيه فيه مؤلفات كثيرة بين موجز ومطول ومنها ما استقصى فعلا جل الفنون ومنها من اقتصر على علوم معينة بحكم هي الأحوج إليها والأشهر من المختصارات في هذا رسالة بعنوان البداية في مبادئ العلوم الشرعية لأحد المشايخ الفضلاء وهو خالد بن محمد الجهني وهناك من طول كصاحب مفتاح السعادة ومصباح الريادة في موضوعات العلوم لأبي الخير أحمد بن مصطفى المعروف بطاش كبر زاده وهو مجلد ضخم وله عليه مختصر سماه الرسالة الجامعة لوصف العلوم النافعة وقد طبع مؤخرا فقط وهو في كتيب صغير وهناك للمعاصرين أيضا كتب في هذا الموضوع ككتاب المطالب السنية في المبادئ للعلوم الشرعية للشيخ محمد حسن نور الدين اسماعيل وهناك كتاب متوسط أيضا عنوانه ترتيب العلوم لمحمد بن أبي بكر المرعشي رحمه الله المبادئ العشرة يا إخواني ثبتت للعلوم بالاستقرار يعني ما من علم إلا ووجد له العلماء مبادئ عشرة مجموعة في قول الصبان رحمه الله إن مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع حاز الشرف ومعرفة هذه المبادئ فيه فوائد عظيمة من أهمها أولا تصحيح التصور لهذه العلوم وأخذ نظرة سطحية عما ستخوض فيه أيها الطالب ثانيا التشويق لدراسة هذه العلوم لأنك قد علمت فضلها فأحببت أن تنالها وعلمت ثمارها فأحببت أن تنالك وتتصف بها ثالثا معرفة تكامل هذا الدين وأنه لا غنى فيه عن تلك العلوم كلها رابعا معرفة الصواب من تلك المبادئ على ما استقر عليه أهل السنة والجماعة لأن كثيرا من الفرق الضالة تكلمت في فنون الشريعة تكلموا في التفسير وفي العقائد وفي اللغة ولا شك أنهم بثوا سمومهم أثناء كلامهم فيحتاج الطالب أن يأخذ هذه المبادئ على الصحة وعلى الوجه الحق وهذه المبادئ كما أشرنا إليها في قول الصبان رحمه الله هي الحد وهو التعريف التعريف الجامع المانع الموجز الواضح السالم من الدوري والموضوع وهو ما يبحث فيه هذا الفن عموما والثمرة وهي ما يظهر على المتعلم لهذا العلم من فائدة ونفع والفضل أي المنزلة العظيمة للفن وما ورد فيه من حث في القرآن والسنة وكلام العلماء والنسبة أي إلى أي علم ينسب هذا الفن من بين العلوم وما علاقته بها الواضع وهو أول من قعد قواعد هذا العلم أو أول من كتب ودون فيه الاسم ما استقر عليه العلماء من تسمية في هذا الفن لأن من الفنون من له اسم واحد ومنه من له عدة أسماء الاستمداد من أين أخذ هذا الفن ومن أين أصلت أصوله الحكم حكم هذا الفن فمنهما هو فرض عين على كل مسلم ومنهما هو فرض كفائي إذا قام به البعض حيث تحصل بهم الحجة سقط عن الآخرين آخر هذه المبادئ المسائل مباحثه التي يبحث فيها وأنا سأزيد على هذه العشرة الكتب التي يقتضيها سلم التدرج في كل فن نأتي على الفن ونبدأ بذكر شيء من الكتب ولا نستقصي نقول في المستوى الأول يدرس كذا وكذا والثاني يدرس كذا وكذا والثالث يدرس فيه كذا وكذا حتى يكون الطالب على بصيرة مما سيقبل عليه في بحور هذا العلم كانت هذه تقدمة بين يدي هذه المجالس التي سنشرع فيها بحول الله تعالى أسأل الله الإخلاص والقبول وأن ينفعني بها وينفع تلميذ الأبرار وعموم المستفيدين والمريدين اللهم آمين سنشرع في المجلس اللاحق في أول علم وفي أهم علم على الإطلاق وهو علم العقيدة نبين مبادئه العشرة بحول الله وتوفيقه هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد